السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدة محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم اللهم الله سهل إلا ما جعلتها وسهلة وإنك لو شئتها جعلتها الصعبة سهلة الحمد لله رب حتى ترضى الحمد لله رب بعد الرضا الحمد لله رب أبدا أبدا المفاتيك درينج أوفزا سوركس مقدمة كده جماعة عشان نكون فاهمين اللينفد عبارة عن إيه اللينفد عبارة عن colorless clear fluid الفيليود دون جه منين طبعا كلنا عارفين إن فيه الهارت بيطلع منه الارتيريال سيستم اللي هو الأورطة الأورطة بقى بيدي جميع الدم الأكسوجينيسة بلوت دون لجميع أجزاء الجسم آخر الارتيريز دايما كل الارتيريز آخرها إنها تتفرع لحاجة اسمها الكابيلرز الكابيلرز دي طبعا مشهورة قوي بإنها بيرميابول بينشع منها فليود اسمه التشو فليود أو الاكسترا سيلور فليود الفليود دون بيكون فيه الأكسوجين وفيه النيوترينت ماتيريال بتغزي الخلايا الخلايا بتاخد من الفليود دون الأكسوجين والنيوتريشن وبتعمل ميتابوليزم نحتاج الميتابوليزم ديا مواد مش نظيفة علاكتك أسد وحاجات تانية ميتابوليز كتير قوي بتصب في الاكسترا سيلور فليود الاكسترا سيلور فليود ده هو بقى بعد ما خلاص فقد الاكسوجين والنيوتريشن وخد من الخلايا الحاجات اللي مش نظيفة بيكون له مصيرين التشو فليود الخفيف بيمتص فيه الكابيلرز على البينيولز على البيناس سيستم ده الفليود الخفيف لكن فيه فليود بيبقى تقيل الفليود اللي اكسترا سيلور فليود الكتير ده هو التقيل ده هو ده بيمشي في لمف فيسل زورفايعة قوي الليمف فيسل زورفايعة قوي ده هيا ده اسمها لمفاتكس الليمفاتكس ده هيا بيكون فيها فالفز عشان تسمح بمرور لمف في اتجاه واحد ربنا حطنا لونج الليمف فيسلز ده هيا فالاتر عشان نفلتر لمف الفالاتر دي اسمها لمف نوتز بنفلتره من اي يا جماعة اصل الليمف ده ممكن يكون في فيروس ممكن يكون في بكتيريا ممكن يكون في فانجس فالمخلوقات الدقيقة ديا كلها لازم اليميون سيستم اللي هو جهاز المناعة يمسك الحاجات الغريبة ده هيا في الليمف نوتز ويقتلها لان طبعا اكيد الليمف بيسلز يخد بالك والليمف نوتز ديا دي جزء من جهاز المناعة جزء من اليميون سيستم الليمف ده هوا بقى بيتلنه ماشي وقالونج الكورس بتاع الليمف فيسلز فيه فالاتر اللي هي الليمف نوتز ويبقى الليمفاتيك سيستم بتاعنا جماعة فينالي بيتكون من ايه بيتكون من الليمف فيسلز اللي اسمها الليمفاتيكس وليمف نوتز الليمف ده هوا ماشي في الليمف فيسلز والليمف نوتز رايح في فين في الآخر في الآخر لازم نرجع الفلاوت دوان لطيار الدم فبنصب الفلاوت دون اللي هو اللينف في الفين السيستام عشان يروح الدم تاني للهارت ونعيد الدورة ديا باستمرار يا ترى اللينف نودز بتاعة السوركس بقى ايه هي مينلي اللينف نودز بتاعة السوركس يا جماعة مينلي ده منظر لاترال بيو للسوركس ده ما ما يبين لك الميديا استينا أخي وانت عارف البريكارديا ده انهي جزء من الميديا استينا ده الميدل ميديا استينا قدامه في انتيرو الميديا استينا وورا في بوستيرو الميديا استينا فانا عندنا بقى الانتيريور ميدياستاينم دا درين دي بليمفنودز اسمها انتيريور ميدياستاينال ليمفنودز والبوستيريور ميدياستاينم درين دي بليمفنودز اسمها بوستيريور ميدياستاينال ليمفنودز طب الجزء اللي في النص بقى اللي بقى بين الانتيريور ميدياستاينم والبوستيريور ميدياستاينم alten tutto meno inf reside. ولكن من الجزء اللي في النص دوا اللهатель gorana that d Secondly. ده عند رайнد بالتركيو برونكيا اللينفينوتز. و التركيو برونكيا اللينفينوتز دي يا جماعة monopoly. اللي هي اللينفينوتز اللي عند الموفذ الدركية. التركيه. بتتقسمcimento ل 22 bronchi و عندها لمفينوتز tooth knowns. يبقى اسمها اسم على مسامة trache bewexe barometerene teach retren relativ innovative. أنت عندك ثلاث مجموعات أساسية في الصوراكس الجزء الأمامي من الصوراكس دريند بالأنتيروميدياستاينم والجزء الخالفي من الصوراكس دريند بالبوستيروميدياستاينم والجزء اللي في النص من الميدياستاينم دريند مينلي بالتراكيوبرونكيالليمفنودز طبعاً دي أنا مسهلها قوي بالبساطة دي لطلبة علوم الصحية وطبعاً أنا طنشت ليمفنودز كتير مش مهمة بالنسبة لكونتو المهمة بقى طب الليمف فيسلز اللي رايحة لللمفنود دي اسمها ايه الليمف فيسل اللي بتكون رايحة لللمفنود دي بيتقال عليها أفرنت ليمفاتيك طب بعد ما الليمف بقى حصله فيلتريشن ناوا بيخرج من ليمفنود الليمف فيسل ده اللي خارج من الليمف نود ده اسمه إفرنت ليمفاتيك ماشي طبعاً سألاقي الإفرنت الليمفاتيكس بقى اللي طالعة من كل الليمف نودز ده هي من الأنتيروميديا أستاينل والبوستيروميديا أستاينل والتراكيو برونكيا رايحين لفين كل الليمف فيسلز الإفرنت اللي طالعة من الليمف نودز دي عن ناحية الشمال بتعملك ليفت ميديا أستاينل لينف ترانك أنت كل السوركس بتاعك دواً عالشمال يطلع منه الليمف فيسلز دور تتجمع 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 تعملك ليفت ميديا أستاينل لينف ترانك وعلي مين رايح ميديا أستاينل لينف ترانك الـ رايح ميديا أستاينل لينف ترانك ده بيروح لي فين؟ عن ناحية اليمين بيصب في داكت اسمه رايح لينفاتيك داكت ورايح لينفاتيك داكت دواً بيصب في بداية البراكيوسيفاليك فين ده عن ناحية اليمين؟ عن ناحية الشمال الليفت ميديا أستاينل لينف ترانك بيصب في أكبر لينفاتيك داكت في الجسم اللي اسمه سوراسك داكت والسوراسك داكت دواهم برضوا بيصب في بداية الـ l-brachycycephalic venus شمال ليفت براكيوسيفالك مين على شان همتفقنا اللين في الاخر سواء كان يمين او شمال لازم في الاخر يرجع طيار الدم يرجع الفينوس украї naszym system فانا اول احنا على اليمين بنرجع في الفينوس system عند الداية الريت براكيوسيفالك وعنêuح الشمال بنرجع لبداية الفينوس system اللي هي ليفت براكيوسيفالك طبعا احنا بقى موضوعنا الاساسي بقى مين موضوعنا الاساسي اكبر لمفضاكت ده اللي في الجسم كله. اللي بيدرين اللمف من 3 تربع جسم. واللمف سل ده اللي ماشي في السوركس اللي اسمه سوراسيك داكتا. سوراسيك داكتا. السوراسيك داكتا داوان يا جماعة. ده اهم لمف داكتا في الجسم. دريني من جتاقة تربع جسمه. ازاي? هو بتديه منين السوراسيك داكتا داوان. اللمف من اللور half of the body. تحت الديافرام. كل اللمف اللي تحت الحجاب الحاجز تحت الديافرام بيصب هناوان في الوعاء اللي انفاو الكبير داوان اللي اسمه سيستيرنا كايلاير. السيستيرنا كايلاير ديان بتنتهي عند الليفل of the upper border of L1. بانها بيطلع منها الدكت دا اللي اسمه سوراسيك داكتا. فبالتالي يبقى السوراسيك دا جاي باللمف من السيستيرنا كايلاير. اللي جاي لها كل اللمف تحت الديافرام. وبالتالي جزء جسمنا كله دا اللي تحت الديافرام راح للسيستيرنا كايلاير ومنه هيمشي للسوراسيك داكتا. وبالتبعية يبقى السوراسيك داكتا درينينج كل اللمف في النص السوفي من جسمك. اللي تحت الديافرام. طب وبعدين بيمشي السوراسيك داكت دا هوا. السوراسيك دا اوان بيمشي في السوركس عشان كاي سموه سوراسيك داكت. بينتهي فين؟ بينتهي في بداية اللفت براكيوسيفاليك فين. بان هو بيصب اللمف بتاعه في الفين السيستيم هو في بداية اللفت براكيوسيفاليك فين. طيب ناخد بالنا بقى هنا هوا من حاجة. السوراسيك داكتا دا هوا اللي طلع من السيستيرنا كايلاي ودرينينج النص في الصفل من الجسم. وهو ماشي في السوركس هيستقبل مين؟ هيستقبل الليفت ميديا أستينا اللي هو درينينج النحي الشمال من السوركس بتاعك. وبيستقبل كمان سابكليبيان لينفترانج لفت صبكليبيان للمفترانج. اللي هو درينينج الليفت عبر لم. وبيستقبل الجاكولر لينفترانج. اللي درينينج الليفت صايد. فكون ان احنا جايين من السيستيرنا كايلاي بدايته. السوراسيك دا جاي من السيستيرنا طيب احنا دريننج الليمف من اللور هفزة بادي. وبعدين نقول ان انا استقبلت الليفت مديا استاين الليمفاترانج يبقى انا دريننج كمان الليفت صايد وزا سوركس. والليفت صابك ليبيان الليمفاترانج اللي هو دريننج الابر لمب الشمالي. والجاجولار ليمفاترانج اللي دريننج الهيد اند نيك عن ناحية الشمالي. يبقى كده الصراصك嫩 دريننج النص السوفل اللي تحت الديافرام. والجزء اللي فوق الديافرام عن ناحية الشمال. ماشي وعشان كده نقول ان هو كده هو بالمنظر ده تلات اربع الجسمة. النص لتحت الديافرام والابر لم والهيد اند نيك والسوركس عن ناحية الشمال اللي فوق الديافرام. يبقى تلات اربع الجسم. وطبعا الربع اللي هو بقى اللي بقى اللي احنا نعلمين يا جماعة ده بيصب في حاجة اسمها رايت لينفترانك الرايت لينفترانك كده ون بيصب لك برضو في بداية البراكيوس فالجمين يا ترى السراسي جداكت ده ون بقى ليه شكله كده معه أدعاء 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 كده ون من كتر ما هو مليان فالعقد دي كلها فالفز عشان تسمح بمرور اللينف في اتجاه واحد ما فيش غيره نبص لقى السراسي جداكت ده ون يا ترى طوله قد ايه 45 سنتين ال45 سنتين ده ون بقى بيخش السراكس ازاي بيخش السراسي جداكت ده ون السراكس عن طريق الاورتك اوبنينج اللي في الدافران وفكرك ان احنا خدنا بكده ون الاورتك اوبنينج اللي في الدافران كان فيها ثلاث حاجات فين ولمف وارتري طبعا الفين ده كان الازايجوز فين واكيد الارتري ده الاورتك ومين بقى اللينف السراسي جداكت فالسراسي جداكت بيخش السراكس من خلال الاورتك اوبنينج في الدافران واولا ما يخش من اوله الاخر ماشي على الورتبرا الكولمب هكون هو ماشي على الورتبرا الكولمب بيبقى ماشي فين بيبقى ماشي في البستيريور ميديا اسطاينم لحد الليفل اوف تي 5 عند الليفل اوف تي 5 بيروح هادف من اليمين للشمال عشان يمشي في السوبيرو ميديا اسطاينم على شمال الاوسافيجاس ماشي في السوبيرو ميديا اسطاينم على شمال الاوسافيجاس ويخش الروتوف زينيك يعمل أرشنج الهوان في الروتوف زينيك عشان رايح المصاب بتاعه والنهاية بتاعته اللي هو فين في بداية الليفت براكيوس فالك ذين يا ترى ايه الريليشن الاسسي قوي بتاعت السوراسيك داكت الرسمة الكروكية دي حلوة قوي للسوراسيك داكت اهو ده بقى اول ما دخلنا السوركس ثلاث حاجات جنب بعض على الناحية اليمين في الازايجوز بين لوينوا الرسمة الحلوة دي بقى طبعا لو تلونيت تبقى في منتاج جمال ده بالازرق اللي هو الازايجوز وطبعا ده بالاحمر اللي هو وما بينهم المعاقة الدوان اللي بليان فالفز ده السوراسيك داكت طنعين على الفرتبرا الكولم اهو وبيكون بعد كهو ماشي behind the right edge of the oesophagus ده الاوسوفيجس طبعا ماشي behind the right edge of the oesophagus لحد الليبل of T5 يعمل crossing behind the oesophagus من اليمين للشمال وبعدين نطلع بقى في السوبيروميديا استاينم يمشي بالسوبيروميديا استاينم على الشمال الاوسوفيجس لا حد زي ما شفنا في الروتوف زيناك يروح عامل القرش بتاعه وينتهي في البيجينينج وانه هو داخل الابدومان عن طريق الاورتك اوبنينج اللي في الديافرام وفي سؤال تالت والله انا جابه في الامتحان بس ناسي كان عن ايه في السوراسيك داكت بس اللي تزاكر السوراسيك داكتو كله طبعا ده بسيط قوي وسهل هيبقى ضامة الاسئلة بتاعت اللي مفاتك درينج بازن الله فجود لك ان شاء الله في الامتحانات بتاعت بكرة وان شاء الله كلكم تجي وامتياز تانكيو فور جود لسننج ان بجود لك